اهلا بيك مشاهدينا وحلقة جديدة من زينة زي ما تعودتم معنا دايما بيكون معنا فقرات بتهم الأسرة المصرية والمرأة بشكل خاص هيا أولى فقراتنا النهاردة يكون خاصة بفن الإتيكيت في موضوع الاعتذار إزاي نحن ممكن نعتذر بشكل فيه نوع من الزوء والشياكة هيا نكلم عن هذا الموضوع مع خبيرة الإتيكيت الأستاذة شريهان دسوئي فقراتنا الثانية خاصة بقضية بتهمك الحقيقة دايما بنتكلم عن الزيادة السكانية أن هي مشكلة كبيرة جدا بتأثر طبعا على الاقتصاد بتأثر على التعليم كمان أنه الناس يكون عندها الوعي بهمية التصدي لهذه المشكلة ده مهم جدا كل ده هنتكلم عليه من خلال لقاءنا مع الدكتور هشام مخلوف أستاذ الإسكان بمعهد الإحصاء جامعة أقاهرة نلتقي مرة أخرى بعد الباصل مرة أخرى مشاهدين فقرتنا الحالية خاصة بفن الاعتذار وأيضا المجاملة الإتيكيت فيه الموضوع الخاص بالاعتذار وإزاي نجامل بشكل فيه نوع من الشياكة واللباقة وإن الكلام يوصل بشكل جميل حقيقة نكلم عن هذا الموضوع مع الأستاذة شريهان الدسوئي خبيرة الإتيكيت أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بك دكرة تجريد الحقيقة يعني الحاجتين اللي دايما بيكونوا صعبين جدا والواحد بيكون محتار إزاي يقدم الاعتذار بشكل فيه نوع من الشياكة واللباقة كمان وإن هو كمان ما يزعلش الطرف الآخر بالضبط طيب إحلوقتي اللي بنيجي نتكلم عن الاعتذار هو الاعتذار ده أصلا يا جماعة ثقافة ثقافة الاعتذار وهو ميعتبر فن من بنود فنون الإتيكيت هو مهم جدا في حياتنا طيب عشان نعرى ديه هو مهم الاعتذار مش إن أنا أقول مثلا سوري وخلاص أو آسف وخلاص لا ده الاعتذار ده أنواع لما جنا درسناه مع فن الإتيكيت لقيناه أنواع أو النوع مثلا الاعتذار الحتمي إيه هو الاعتذار الحتمي؟ ده بيكون خاص بالوالدين يعني مثلا أنا كنت قاد بتناقش مع والدي والدتي وليكن حصل خلاف بنا في النقاش أنا غلطت فيهم أو حتى هما يضيقوني شوية أنا برضو المفروض إن أنا لازم واجب علي أن أنا أعتذر لهم وأرضيهم فده بيكون الاعتذار الحتمي حتى لو هما الغلطانين فقيا تاني حاجة الاعتذار التربوي ده بني بتقبي مع أطفالنا وإحنا من ربيهم يعني دلوقتي تعيد دلوقتي مثلا ما تيجي أي طفل اللي والدته مثلا جاي من الحضنة أو المدرسة يا ماما أنا ضربت النهاردة هتقوله إيه لأ لي ضربك ضربه يجي واحد مثلا تاني يقول لي مامته ماما زميلي شتامني هتقوله خلاص ليشتمك شتامه ده إكس على طول غلط جدا إحنا من ربي طفل عدواني لأن دايما بيقوله كلمة الأسف دي صعبة يعني لأ أنت أوعى تتأسف أوعى تقول لحد أنا أسف طب ليه ما ربوش يقوله أنت بلاش أصلا تعمل حاجة غلط عشان ما تضطرش إن أنت تحرج نفسك وتقوله أنا أسف فلما نربي ناخد مثلا بوينت دي ونربي عليها من اللي هو صغير لأ فبالتالي ده بيكون الاعتذار التربوي بيكبر إن كلمة تعتذر لأ مش عيب ولا غلط ولا تقيلة قوي على قلبي لأ لما بغلط باعتذر في بقى الاعتذار الأخلقي ده بيحصل في حياتنا اليومية مع زمينا في العمل مع الجيرين مع قريبنا مثلا تأخرت على معادي بطسل مثلا أنا أسف أو باعتذلك هتأخر عليك كنت معظم في مناسبة مهمة ومقدرتش أروح تنيو بطسل اتصلش جدا وباعتذر أنا أسف مثلا ما ترتش إجا عشان حصل كذا وكذا ده بيكون الاعتذار اللي هو الأخلاقي اليومي ده بيكون نابع من جواي آخر بقى الاعتذار هو الاعتذار النفسي ده بيكون خاص بالنفس الإنسانية يعني الإنسان ده لازم يكون يعني متصالح مع نفسه كان واحد مننا مثلا بيوفق قدام المراية يوميا ويقول أنا متأسف لنفسي أن أنا تعرفت على شخصيات في حياتي ما كانتش ينفع أن أنا أدخلهم في حياتي اعتذر لنفسي مثلا أنا كان مفهود أعمل مثلا في دراستي مجوت أكبر عشان كنت أوصل للحلم اللي أنا عايزه بس أعتكسلت وما عملتش فأنا لازم بريجا مع نفسي وبعايت بنفسي وبعتزلي نفسي فدي الأربع أنواع بتاع الاعتذار طيب يعني خلينا نقول إنه لو أنا عندي مثلا مناسبة اتأخرت على المناسبة دي شوية أو اتأخرت كتير أحيانا ممكن الطريق أقول الاعتذار ده إزاي أعتذر عشان الطريق ولا أقول إنه نزلت متأخر ولا أقول إيه بزبط طيب هو عملا كان طبعا إحنا كلنا بنتعرض للمواقب دي يوميا بس إحنا كان ندخل في القواعد بتاعة الاعتذار أول حاجة اللي أنا بهيأ للشخص إن أنا هاعتذر له يعني بابعت ميسج الأول وقول له أنا آسف إن أنا ما جيتش مثلا وليكن السبب فعلا كان الطريق حصل حاجة موقف قهري ليه فعلا خليني ما جيش فبابعت له ميسج الأول بعدها بكم ساعة أو بالليل باتتسل بقابلي إن أنا قردي ما هتله من بدل إن أنا عايز أعتذله وبفعلا بحاول أراضيه على قد مقدر ولكن هندخل للنوع القاعدة التانية اللي هون بشوف حجم الخطأ يعني أنا مثلا تخارت عن معادي فبعتذر في نفس اليوم هل يعني مثلا إنما قلنا أنا هفضل كل يوم اتصل بيه وقوله أنا آسف أكيد يعني مش حقيقة مش من المعقول يعني أو مش بتبقى زريفة يعني هي بتبقى مرة لكن فيه غلط تاني بيقول لا مستهن أنا أعمل مجهود أكبر يعني أنا غلطت في حق شخص غلطت في كرامته تنمرت عليه زي ما بيحصل دلوقتي لا هنا بيحصل بجرحته قوي لا هنا بياخد مجهود أكبر بحاول إخلي فيه وسيد طيب أحيانا فيه ناس كتيرة جدا بتربط الاعتذار بعملية إنه هو الموضوع لا أنا كده يعني جيت على كرامتي واعتذرت أكتر من مرة وكده خلاص بقى أنا عملت العليا ده حقيقي حضرتك شايفت أزاي؟ ده حقيقي تردني بقى أوفر قوي وفضل زعلان قوي أنا أصده بطريقة كتير لازم أنا بردو كون عندي يعني إيه ورونة شوية في التعامل طيب فيه بقى حل تاني دايما مثلا وفعلة مشكلة كبيرة قوي دايما بقوا بنلجأ لوسيد بيكون الشخص اللي هو زعلان بيحبه أو بيحب يسمع كلامه فأنا بروح لبقوله والله أنا حصل كذا واعتذرت له أكتر من مرة بس هو يعني مش راضي أنه يعني مش راضي يقبل الاعتذاري فبالتالي الشخص هو بيحاول يكون وسيط بين الطرفين ففعلا ممكن في الحالة دي يحصل التراضي بينهم هما الاتنين طيب المجاملة أحيانا كتير جدا بتجدي أنه المجاملة لأ ده أنا كده بتملق ممكن أجامل بس بشكل يكون معقول يكون مقبول ده حقيقي طبعا هي المجاملة عمتا من الفاتات الإنسانية الجميلة جدا اللي احنا لازم نعملها يوميا يعني احنا لو دخدناها في علم الاتيكيت دايما بقول المجالة درسنا الاتيكيت لأن كل الخصائص والأصول بتاعته كلها مقتبسة أصلا من الكتب السماوية التالتة ونأحجيس الرسول صلى الله عليه وسلم فدائما كان الرسول بيقولنا الكلمة الطيبة صدق فالكلمة الطيبة بتترجم اللي هي المجاملة طب إزاي أن أنا أفرقت مجاملة دي مهمة جدا إن هي تكون فعلا جدية ولا إن هي فيها تملق يعني أنا مثلا بحب الدكتورة تغريد جدا وهي قعد قدامي مثلا عايزة أقولها عايزة أجاملها بس هي هتصدقني فقولها مثلا لون الجاكت بتاعك لايق عليك جدا لايق معلوم بشوتك جدا انت هتصدقني للي انت عارفة فعلا إن هو جميل وإن هو لايق عليك فبالتالي أنا حددت المجاملة يعني مثلا برضو واحدة صاحبتي بحب بعزة أجاملها بقولها شنطيتك دي شيء جدا أنا حددت لها المجاملة فبالتالي هي هتصدقني فمش هيكون فيه هنا نوع من أن أنا بتملق لكن مثلا أنا عندي مديري في الشغل مثلا عصبي جدا وصفاته سيئة جدا هو عارف كده هجي أقوله إحنا بنحب حضرتك جدا ده إنت مثلا يعني بنحب نشوفك كل يوم هو عارف كويس جدا أن أنا بكدب وأن أنا بتملقه عشان أوصل لهدف معين أو ترقية معينة أو علاوة معينة ده بقى هنا بيكون من التملق وطبعا دي صفة بعيدة تماما عن صفات الاتيكيت لأنه قردي فعلا عارف أنه هو شخصيته صعبة فهو عارف مش هيصدقني فهنا بيكون فرق بين المجاملة الجدية وهنا التملق طيب حصل موقف معين وأنا عايز أعتذر عن الموقف ده أعتذر ازاي يعني أنا لو أنا مثلا في موقف تحطيت فيه مثلا أن أنا رحت مكان مشيت بسرعة ملحيتش أسلم مثلا يعني حاجات اللي هي اليومية اللي ممكن تحصل جالي تليفون طريت أن أنا أستأذن الطريقة نفسها اللي أنا أعتذر بيها أو أن أنا أتكلم بيها بحيث أن يكون شكلي فعلا شيك ولطيف وأن أنا يعني ما جرحتش مشاعر اللي قدامي طيب حلوة قوي طبعا زي ما احنا قلنا في الأول لازم بعمل قواعد الاعتذل أنا بهيأ للشخص أن أنا عايز أعتذله وبعد كده باتتسل بيه وبعد كده زي ما قلت لو ما فيش يعني منه أن هو قبول مني بحاول أدخل مثلا شخص تالت بنا أن هو يكون وسيد ونفس الوقت بقى في حاجة بنقلط فيها جدا اللي هو توقيت الاعتذار ما هو مش أي وقت أنا هقدر أعتذل للشخص لازم أنا أنقل وقت المناسب يعني مثلا ما يكونش بالليل أول نايم قردي وتعبان هروح أنا كمان متتسل بيه وأقوله حسنة باعتذرك أصلا حصل كذا كذا فمش مناسب أو الصبح بدري قوي هم استعجل وعايز يروح مثلا شغله ومش فاضي قردي إن هو يسمعي حتى لو هم صالحني وهيجي أقوله مثلا أنا باعتذر ففيه أوقات يعني صعبة جدا ناس بتختارها دايما بتكون هي السبب إنه همش هتقبل اعتذاري لك أنا بنقي وقت عارف كويس إنه هو قاعد مثلا موروش مثلا حاجة مشغولة قوي فيها فبالتاني بنقي الوقت اللي أنا باعتذله فيها بطريقة زي ما احنا قلنا فيها لبقى وشيكو وبحاول أنا أراضي على قد برضو ما أقدر لإني هو أكيد من دمز على الميني قوي طبعا لازم أراضي في نفس الوقت إحنا برضو زي ما نقوله يوميا زي ما إنت حاديك قلتي لو إحنا في مكان أو فرح ويجا لي التليفون تاني دروي شغل فقردي بسلم عليهم وبامشي بسرعة بحاول إن أنا أراضي مجاملهم بعد كده بأي طريقة تانية كتير بقى كتير بيحصل في حياتنا اليومية إن أنا مثلا بعمل حاجة أو هدفع حاجة وفيه طبور وعندي ظرف وعندي حاجة أو ظروفي صحية لا تسمح إزاي أستأذن الناس بشكل فيه شياكة ولطف كده ونما يقبلوا إن أنا ممكن يعني أتقدم عن الطبور مثلا أو الدور نفسي طيب هو دايما طبعا برضو لو قلنا لو رجعنا تاني الاتيكيت هو من قوات الاتيكيت اللي أنا لازم أنتظر الرول بتاني طب فعلا لو حصل ظرفه هنا يعني بحاول أنا أجي على نفسي على قد ما أقدر بس خلاص حاسيت إن الوقت بيجري وأنا متأخر أو فعلا تعبين جدا مش قادر هنا ببدأ إن أنا بحاول أشرح حالتي بطريقة هادية جدا للناس اللي وقفين لأن وارد جدا يكون برضو في نفس اللاين دا حد برضو تعبين حد برضو ورا شغل مؤكد مش أنا بس اللي ممكن يكون عندي نفس الظرفي دا فبالتاني بحاول أنا إن يعني بستأذن منه بطريقة لبكة وبطريقة ظريفة أما حاجة ما كونش متعصر دايما نقول إن زي تكون على الشخص اللي قدامك بالحاجة اللي أنت عايز تقولها لا بزنابولة صوتك يعني التون دا نحن دايما دايما ندرسنا قلنا الفوكال دا عليه نسبة 37% من يعني أن أنت تقنع الشخص اللي قدامك لما أنا بكلم بطريقة حدة وبطريقة صعبة هو مهما قلت له حتى حاجة بسية جدا يقولي لأ لكن لو أنا عايز إن أنا أطلب من الشخص القدامي بطريقة يعني حتى لو طلب صعب بس بطريقة فيها ابتسامة فيها يدوق التون بتاعي في هادي فيه النوم يعني مش يقول استعطاف قوي بس يعني عشان يحس بحالتي هنا بها يضطر أنه هو فعلا يوافق على يعني إلا أنه هو مثلا يديني دوره في اللاين أو مثلا في العيادة في مستشفى في أماكن كتير جدا دا أو جهة حكومية فبالتاني نأخذ بالنا جدا من تون صوتنا وإحنا مبنيجي نطلب من الشخص القدامنا طلب كويس جدا عايزة مثلا أن أنا أعتذر عن مثلا هدية أنا جبتها مثلا ما عجبتش يعني صاحب العيد ميلاد أو صاحبة العيد ميلاد وعايزة أعتذر عن دا أو أن أنا أعوضها في حاجة تانية أقول دا ازاي؟ طيب ما هو دا هنرجع طبعا لصاحب العيد ميلاد أنا دايما حتى في إتيكات الهدية ما بتكلم بقول يا جماعة بيجينا هدية كتير طبعا اللي أنا ما بجيب له دا ببقى أنا فرحان أنا جايب هدية ببقى منتظر هعتذر وهرد ازاي لو أنا جات لي الهدية ومش عجباني بس ما بنش على وشي مثلا ما هو كده معنا كده أنه هو الشخص أنا جايب له الهدية يحسس أنه هي مش مناسبة لي أو مش عجباني فلازم برضو يعني نحاول الشخص دا نفسه ما يحسس اللي جايب هدية أنها مش عجباني لكن لو ما قريبين أصدقاء قوي أو إخوات هتيجي تقولي لا والله يبصي يعني الهدية غالية جدا وجميلة جدا بس مع الأسف هي مش مناسبة لي أو اللون دا أنا مستحيل أن أنا ألبسه فبتطري بتديها لها وبتنزل مثلا معيها تنقل اللي هي عايزة وأنا بعمل حاجة والله على فكرة الناس بتفهم أن هي مصدريفة لكن بالعكس يعني أحسن هدية والله إن دي بتحطي مبلغ مالي في ظرفه اللي قدامك نورد جدا إنشترو في الزقوة إيه هو من الأفضل إن هو اللي ينزل بنفسه ينقي هديته وعايزة أقول يا جماعة بتجد والله يشيك جدا وحركة فيه إتيكات جدا وفاش أي نوع من أنواع الإحراج نهائي 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 للناس كتير جدا بتتخيل نية بتحرج نية تعمل دا أو نية تقول حتى دا طيب أنا حد مثلا قريب عنده مناسبة أو عنده عيد ميلاد وأنا عايزة أقدم له الحاجة بشكل لطيف وإن أنا عايزة أجمله الهدية أقدمها إزاي بشكل شيك وراقي وكمان الكارت هل ممكن أكتب عليه مثلا حاجة خاصة مثلا صادقتي مثلا أختي أيا كان يعني طيب هي حاجة طبعا في الأول في حاجة اسمها فن اختيار الهدية بختار الهدية طبعا زي ما احنا قلنا مناسبة للشخص والسنه والنوه هل هو زكر أو أنسة هل هو طفل هل هو شاب كل واحد مننا في كل فئة عمرية بيبقى ليه هدية مناسبة ليه أنا خلص زاكي جدا وجبت له الهدية فعلا اللي هي هتبقى مناسبة المناسبة طبعا الأول أهم حاجة طبعا زي ما بتقولي العين بتحب قبل يعني الشكل العين بيبقى جميل جدا في الأول لازم أعتم جدا بتغليف الهدية أو حتى بالباج اللي أنا بحط فيها الهدية طبعا الكرت مهام لازم أرش يعني الأول ما بفتح الكرت لازم فيه رقيحة أشمها الأول بعرفة بتفرحي قبل حتى ما تقريك كلمات يعني كل بصي حاجات بسيطة جدا بس بتفرق جدا طبعا أكتب كلمة زريفة برضو التوقيت مهام يعني في ناس بادي الهدية في وقت مش مناسب يعني أنا وراح يتمادوا الناس زحمة جدا فبادي صاحب العين المنادي الهدية أو بحطها في وسط الهدية يعني من الظريف أن أورج يبتوها فأنا بقتر وقتين مهمين جدا كتير جدا ما أرفوش أول ما بدخل خالص يأما في آخر انتهاء الاحتفال اللي أنا فيه ده اللي هو التوقيت اللي أنا بدي فيه الهدية عشان أول حاجة يعرف أن أنا جيب له هدية فأنا يبقى عارف حتى شكلها إيه ويبقى عارف أنه جيب هدية مثلا قايمة أو بحيث ممكن ياخدها يحطها جوه في مكان تاني نظرا اللي ممكن تضيع وارد يحصل أي مواقف فبالتالي بديها أول ما بدخل أو في آخر الاحتفال خالص كويس جدا طيب هل يا تكيت المجاملة مثلا بتختلف مثلا من شخص للآخر هل عملية السن نفسها بتختلف لو أنا هتعامل مع حد كبير غير حد شاب غير حد قريب مني يعني ده أكيد كله لي قواعد طيب ناخدها مثلا من الأصغر للأكبر دايما بيجي أدي هدية أو مجاملة للأطفال الصغيرين من المستحب جدا من الاتكيت إن أنا بفتحها معي ما سيبوش هو آخر اليوم ويفتحها الواحده لأنه ورد طفل أنا بفرح معي وبفرحه وبعرفه وبفهمه أنا كمان جايب له إيه وممكن لو فيه مثلا لعبة أو حجب بلعب معي شوية دي من الاتكيت وبيفرح جدا بتبقى وقع حلو أوي على الطفل وبيفضل فكرة طيب الشابر دايما يعني بيحبوا الحاجات اللي هي العصرية شوية مثلا هي الهواتف يعني يعرفها الجلود الحاجات دي بس طبعا أنا مش بفتحها قدامه أنا بدي هالو مثلا هو مثلا ابن أخويا بنت أختي وبعد كده آخر اليوم بأسأله هي عجبتك لأنه هو برضو مقرب ليا اللي أكبر بقى في السنة اللي هو مثلا الجدود أو الوالدين برضو بيهتموا بالحاجات الخاصة بالبيت أكتر فلما أجيب له هدية خاصة بالبيت أكتر بيكون يا أم أتسبي الأول بالتليفون أقول له مثلا أنا عارف أني نقصك كذا تحب أجيبهولك أو مثلا أنا معرفش إلي طب إيه اللي نقصك في البيت إيه اللي هو مثلا عندك مش موجود مثلا أمامتها أجيبهولك فبالتالي هي بتقول لها فهمينا بيكون أحسن جدا بتبقى هدية حرفنا في الوقت إن أنا جاملتها وبعدين في مشكلة يعني أنا عايزة أقولها النساءات رد بقى الشخص اللي أنا بجامله في أحيانا الناس بتخجل جدا من المجاملة يعني بتقلل بقى من قيمة الحاجة مثلا أنا قلت لسقدتي الشنطة دي جاملة جدا هي من كتر ما هي محرجة ممكن تقول لي وله دي قديمة دي مش غالية لأن هي محرجة لأ ده في قواعد للرد لمجاملة أول حاجة طبعا بتحك بابينه أنا مبسوط بشكروه في نفس الوقت ما قللش قوي من قيمة المجاملة وما زودش عليها قوي يعني ما قلش مثلا آه لا ده دي أقل حاجة عندي ده أنا عندي شنط أحلى من كده بكثير مثلا أو ما قللش قوي زي ما قلنا في الأول لا دي قديمة دي كذا وفي نفسها تبانهي الموضوع إن أنا كمان بجامله يعني أو أنت كمان برضو لبسيك شيك أو أنت أحيانا في ناس بتقول تفضلي ما تغلاش عليكي لكن لو أنا قلت للأجانب كده أقول لي بجد طب أنا هاخدها يعني تختلف الثقافات طبعا ففي الحالة دي لازم برضو أراعي إنه الرد ما يبقاش كده يعني أيوة لأن هما بيقعنهم سنسيرتي أو يعني أقولت خلاص كده فعلا أو هو قال لي تفضلي بقى هو يقصد فعلا أن أنت يتفضليه أنا بالقولها من باب الجملة يعني أحيان بالقولها طبعا مجملة مش أكتر يعني فطبعا دي فعلا الثقافات بتاقي مختلفة جدا في النقطة دي طيب أحنا اتكلمنا على الاعتذار اتكلمنا على كمان إن أنا ممكن أجامل حد بشكل معين مهم كمان إن أنا أتكلم على الانتقاد لو أنا هقدم أو هتكلم أو هقول نقد معين أقوله إزاي وكمان لو أنا مثلا مش هاجبني حاجة معينة وعايز ألفت نظر اللي قدامي أقولها إزاي من غير مجرحه أو أدايقه يعني طيب طبعا في حاجة مهمة جدا النقد لما أجي أنقض حد دائما بقولهم يا جماعة بأنقض الحديث وليس المتحدث يعني دائما بحب أدي مثال المشاهدين عشان يفهموا قصدي أكتر وليكن مثلا فيه شركة دعاية وإعلان وشغال مثلا شخص اسمه أحمد وشخص اسمه محمد وعملوا حملة إعلانية فمثلا أحمد جاء ليه محمد شفت الحملة الإعلانية اللي احنا عملناها جميلة جدا واخترنا أشخاص فعلا يعني كتوجه مشرفة وقدروا أن الحملة تنجح جدا وكويسا اخترناه فهيجي محمد مش عاجبه مثلا الحملة هيجي يقوله لأ أنت ما بتفهمش وأنت إنسان مش بورفاشنال والحملة كانت سيئة جدا والناس اللي جبناهم كانوا وحشين جدا ومعملوش اللي احنا عايزينه ودي حملة فاشلة طبعا ده خطأ تماما أنا ما نقطش الحملة ده أنا نقطش شخص زميلي في العمل أن يعني يعني وصفته أنه هو مش بيرفهم أو أنه هو مش بورفاشنال في شغله فأنا انتقطه بطريقة سيئة جدا لكن صح أقوله بص أنا بحترم رأيك لكن من وجهة نظري الحملة لأ كانت سيئة جدا والناس ما كانوش مؤهلين لها وموقع المرة الجاية إحنا نقدر نعمل حملة أفضل من كده فهنا أنا نقط حديثه برضو بطريقة لبكة وبطريقة شيك لكن طبعا فرق كبير جدا ما بين الاثنين لكن لو كنا على المتزوجين بقى طبعا النقد هنا بيكون مختلف في نظرية دايما بقولها دايما في بوت المصري اسمها نظرية الساندويتش 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 اللي هي بقى اللي أنا بغلف المجاملة النقد يعني بقول الأول مثلا أول طبقة اللي هيبت في الساندويتش ساعة الردود بتبقى وأصدق إيه في التطري يتوضحي من خلية طويل الوقت هيبدأ الساندويتش يبدأ يا نور يعني أول حاجة بقول بأن نبدأها مجاملة في النصر والحشو النقد وبعد كده بنيها بمجاملة هنقول برضو مثال للمشاهدين يعني مثلا زوج جيب الليل وزوجة عاملالو العشاء فما هي نسيت تحط الملح فهو بيأكل أول حاجة هيقول لها إيه ده أكلك وحش جدا خالص مش عايز أكل وما تعملش عشاء تاني طبعا أنا خاتها كده في موقف دفاع النفس ديفانسي فيها تفضل تدافع نفسها ممكن تتضايق وما تعملوش فعلا عشاء تاني خالص لكن من الأفضل إيه يقول لها حبيبتي أنا متعود أن أكلك دايما جامل جدا لكن النهاردة ده بقى النقضة هو النهاردة الأكلي تقريبا أنت تنسيت تحط الملح بس التغليب بقى أنا واسك أنه بكرة هتعمليه أحسن من النهاردة شفتي طريقة المجاملة كانت إزاي أنا غلفتها نقضت بطريقة فيها مجاملة ونفس الوقت يعني خلت أن هي فيها تحفيز المجاملة بقى يعني الزوج الشاطر أو المدير الشاطر أو الأب والأم الشاطر اللي ما يجوا ينقضوا اللي حواليهم يعني حاول هما يحافظونهم مش أنه هما يعني يقللوا منه أو يخللوا زي ما احنا قلنا في الأول ديفانسي في طول الوقت لأ بدافع بدافع مش بحفز نفسي فطبعا هنا بتكون يعني بصي فاصل بسيط أو شعرة بسيطة بين أن أنا أنقضه وبأن أنا دايما بتنمر عليه أبسخر منه طول الوقت كويس جدا يعني أهم حاجة أن أنا لو هوجه النقد أن أنا لازم أعمل كده أمبلاج حلو أو تغليف حلو كده بحيث أن أنا أوضح اللي مضايقني أو الحاجة اللي زعلتني لكن بشكل بسيط كده ما يبقاش فيه يعني جرح للشخصية اللي قدامي أنا بشكورة جدا جدا الأستاذ شريهان الدسوقي خبيرة الإيتيكيت فعلا بجد في حاجات كتيرة جدا كلمتي عنها كانت مفيدة جدا بالنسبة للمجاملة والنقد والاعتصار نلتقي والفقرة القادمة عن الزيادة السكانية كيفية التغلب على هذه المشكلة بعد الفاصل من عودة مر أخر مشاهدينا فقرتنا الحالية خاصة بالزيادة السكانية الحقيقة الزيادة السكانية دي بتأثر على حاجات كتير جدا بالسلب تعليم اقتصاد حاجات كتيرة جدا لكن هي في الآخر وفي الأول ثقافة ووعي لدى المواطن الحقيقة هنتكلم عن هذا الموضوع وكيفية التصدي ليه من خلال لقائنا مع دكتور هشام مخلوف وأستاذ الإسكان بمعهد الإحصاء جماعة أقهر أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بك يا فكرة دكتور هشام يعني احنا الحقيقة بنتكلم عن الزيادة السكانية بنتكلم على انه أحيانا بتجد ان ثقافة المواطن نفسها لا انا لازم يكون عندي عزوة انا لازم يكون عندي عيال كتير جدا لكن بالتالي هو مش عارف ان ده بأثر بالسلب على المجتمع ما هي دي المشكلة ان احنا بنفكر كل واحد بيفكر في ذاته بس وبينسى المجتمع او اللي حواليه حتى احنا مرة من كم سنة عملنا شبح حملة ان الحق في الانجاب ما يخلناش ننسى حق المجتمع علينا لان انا لما او الشخص لما بيخلف واحد واثنين وتلاتة بياخد من حق جاره اللي مخلف واحد او مخلفش او متجوز فهي دي يعني لما كانت حملة يعني كانت حملة شعار فعلا وشعار صحيح ان لازم الواحد زي ما بيفكر في نفسه بيفكر في غيره مثل هذه الحملات كان لها دور كبير زمان في يعني تهيئة السكان او بعض السكان لتقبل فكرة حجم الاسرة صغيرة الحجم وده اللي مفروض نقوله كهدف بغد بغد النظر عدد الابناء كام او الكلام ده لا بنقولهم يعني الاسرة الصغيرة هتب اسعد من الاسرة الكبيرة لان رب الاسرة مش هيقدر يصرف على الاسرة الكبيرة وعلى مستوى الدولة نفس الحكاية الدولة مش هتقدر تصرف على الاعداد اللي احنا وصلنا لها دلوقتي الى مئة مليون احنا كان اقل من عشرة مليون في الف وتسعمية بقينا دلوقتي مئة مليون يعني تضعفنا عشر مرات في مئة وعشرين سنة يعني انا اقدر اوصل ازاي الرسالة للمواطن انه زيادة السكانية دي او عدد الاطفال الكتير ده بيأثر على الاقتصاد بيأثر على مستوى التعليم يعني حتى لو انا عندي مثلا طفل او اتنين اكيد هعلمهم وربيهم بشكل كويس جدا وشكل فيه رفاهية وان انا فعلا ابقادر ان انا خلي بالي منهم انه يكون انا حتى تركيزي كاب وام معاهم على مستوى جيد لكن لما يكون عدد كبير جدا انه في الاخر ده بينعكس بالسلب على المجتمع وعلى الاسرة نفسها هي دايما بنقول ان المشكلة للسكان والزيادة السكانية دي لها ثلاث اركان اساسية لازم نعمل عليهم الركن الاولاني ان احنا ازاي نقنع الاسرة زي ما هريك بتقولي ان العدد الاسرة او حجم الاسرة الصغير افضل من حجم الاسرة الكبير لما بيقتنعوا ما بيطلبوا المشورة بيطلبوا وسائل لتنظيم الاسرة فدي الجزء التاني الاول نقنعهم ازاي يخفضوا حجم اسرتهم لان ده قبل ما يكون خير الدولة خير ليكم ولازم دايما نربط الامور بالنواحة الشخصية قبل المجتمعية التالت حاجة بعد ما بنقنعهم وبعدين يروحوا يطلبوا الوسائل او المشورة من وزارة الصحة لازم يلقوا المشورة ومستوى مرتفع ويلقوا الوسائل اللي يقدروا ياخدوها باقل تكلفة ممكنة الجزء التالت بقى ادارة العملية دي ازاي ندير العملية اللي تؤدي الى تقبل الاسرة كزا ثم توفير الوسائل والمشورة الجزء الاولاني هو اهم جزء ازاي نقنعهم ازاي انتي عارفها يعني العزوة بيطلبوا الاولاد عشان العزوة بيطلبوا الطفل الزكر عندنا عادة سخيفة اللي هي الزواج المبكر ثم الانجاب المبكر ثم الفترة ما بين انجاب وانجاب برضو بتقل خاصة زل عدم او نسبة كبيرة من الاناس خاصة في الريف مش متعلمين وبالتالي لا يعملوا فتبقى الوظيفة الاساسية للزوجة هي الخلفة فعدم مشاركة المرأة برضو في الحياة الاقتصادية عامل مهم بالاضافة طبعا للنواحي الدينية والفتاوي اللي بتطلع عشان منهضة حكاية الاسرة الصغيرة او منع مش منع الانجاب يعني تقليل الانجاب فكل ده مين بيشترك فيه بتشترك فيه المدرسة الجامعة ثم اجهزة الاعلام المختلفة واجهزة الاعلام مش لازم تلفزيون او موزيعة بيتكلم انما فيها الدراما ان الدراما دي بتوصل رسالة بطريقة غير مباشرة وبطريقة محببة زي كان افواه واراني بفيلم ولازال ان يجري كان فيه شوية افلام قبل الصورة كده كانت موجودة ولما حاولنا نقيس الاثر كان ليها اثر فعلا الجمعيات الاهلية لها دور القطاع خاص لي دور لما بيقتنع الشخص لازم ما بيروح يتخبط على روزات الصحة يلاقي المشهورة ازاي ينظم مصريته ثم ازاي ازاي الوسياء المتاحة باقل سعر ادارة العملية دي لازم شخصي او وزارة او هيئة تكون متفرغة لها لان احنا خلاص ما بقتش مشكلة سكانية بقت ازمة سكانية فعاوز حد متفرغ وزارة الصحة عندها اعباء كتيرة وكتيرة وكتيرة فعاوز حد يكون في رأيه متفرغ او هيئة تكون متفرغة ويا حبازها عشان ترائب الكلمتين دول اللي هي اتطلب على حاج الاسرة صغيرة ثم توفير المشهور ويا حبازها لو كان مستوى اعلى من وزير نائب رئيس وزارة او ما شابه عشان يقدر ينسق ما بين الوزارات يعني فيه خطة موجودة او خطة كتيرة موجودة من السنين انما تنفيذها بيبقى ضعيف بتتغير مع تغير الوزارة الوزارة زي ما بقول عندهم اهتمامات كتيرة فلازم حد يتابع الكلام ده كله ويازم يكون مستوى اعلى من مستوى الوزير عشان يقدر يكلمه ويحفزه على ويقيم عاملهم ويا حبازها لو وضعت الخطة السكانية دي او الاستراتيجية اللي احنا عندنا منها كتير وهو ما تنفذتش للنهاية اغلب هذه الاستراتيجيات للأسف لتغير الوزارات ان زي ما بنقول توضع هذه الاستراتيجية في صورة قانون يعني مثلا قانون السكان التحدد المادة الاولى منه على وزارة الصحة القيام بكذا كذا أو توفير الوسائل كذا على وزارة التعليم العالي كذا القانون له صفة الزام سواء تغير الوزير او جي وزير جديد القانون موجود ما بتغيرش زي القرارات الوزرية او حاجة ثم في بالاضافة للإلزام في صفة الدوام انه هو ما بتغيرش زي ما بنقول فهما ثلاث حاجات الآلية اللي بتدير عملية تغيير مفاهيم واتجاهات الأسر نحو الأسرة صغيرة الحج ثم اتجاه تاني توفير المشهورة والوسائل يعني الكلام ده تكلمنا فيه كتير ومفروض الاستراتيجيات بتقوله كتير ولكن التنفيذ ضعيف طيب عندنا يمكن في بعض المحافظات بموضوع ان انا اخلف زكر وان انا يبع عندي بنات كتير جدا وان انا عشان عايز اجيب ولد مثلا يبع عندي مثلا ست بنات والولد ده رقم سبعة او تمانية ازاي غير الثقافة دي؟ الثقافة تفضيل الزكر دي موجودة طبعا عندنا خاصة في الريف ولكن هي مش عادة مصرية فقط لان حتى بنشوف في المجتمعات الغربية لما نروح نشوف الكروت بتاعت التهنئة بالمولود فيه مكتوب عليها اتيزا بوي يعني حاجة فرحة على انه ده ولد فده موجود في مجتمعات كتيرة برضو يعني اعتقد المجلس القومي للمرأة في السنين اللي فاتوا كان بيروج لان البنت يعني ممكن تقوم بمسؤوليات زي الولد وفيما نمازج نجحة كتير ولكن النقطة المهمة اللي قطعوك هذا الكلام ان احد اسباب زيادة الانجاب الفقر الفقر بمعنى ان الاب اولا مش بتأمن عليه ودخل قليل فبيخلف علشان يشغل ولاده والولاد لما يشغلهم في الحقل او في ورشة ارخص من انه يجيب حد تسارب من التعليم يعني مشكلة اخرى يعني فيما بعد دي الاساس ده نسبة تعداد الاخير قال ان في نسبة من المتسربين لما سألوا ايه هم يعني ما كملوش ليه فالولاد قالوا احنا مش عارزين نتعلم او الاسر قالت احنا مش عارزين نعلم ليه كده عشان يشتغلوا ويجيبوا دخل صحيح فقطعا الولد حيجيب دخل اكتر من البنت فعشان كده تفضيل الزكر بيبقى مهم بالاضافة الى العزوة ان الراجل يمشي كده الحج ووراه ولدين ثلاثة مش حيمشي البنات ووراه دي اجهز الاعلام ليها دور في هذا الموضوع واذا تكلمنا على اجهز الاعلام لازم ولازم ولازم الاجهز الاعلام الخاصة تقوم بدورها في التوعية بكل المشاكل مشكلة السكان مشكلة النظافة مشكلة العادات وتقاليد تفضيل الزكر والعزوة والحاجات دي لازم يقوموا بدور لان دلوقتي المشاهد برضو يشوف القنوات دي ولازم يسمع كلمة منهم مش بس التلفزيون الحكومي هل نستطيع ان احنا من خلال مثلا التجربة او نمازج في بعض الدول اللي قدرت فعلا ان هي تسيطر على الزيادة السكانية بشكل فيه نوع من يعني الارشادات او دورات تدريبية او التوعية او تسقيف للمجتمع نفسه هل نحن ممكن نطبق هذا النموذج عندنا في مصر يعني زي ما بيقولوا ايه من مساخر القدر ان احنا كنا في نهاية الثمانينات والتسعينات كنا احنا حتى انظار دول كتيرة عشان يدرسوا نجاح التجربة في مصر وكاننا بندربهم كان في حاجة اسمها المركز الديموغرافي وجهات تانية كنا بندربهم على هذه الوسائل حتى اعضاء مجلس النموذج في العديد من الدول كانوا بيجوا بيقولوا بتعملوا ايه في التشريعات ففي وسائل كتيرة ممكن طبعا تتعامل اما تجارب الدول الاخرى فدائما بنقول طبعا ان ما فيش تجربة تصلح مية مية لدولة تانية لانها التجربة او الخطة اللي بيبضعوها بتكون بعد دراسة المجتمع وبتوضع الخطة انما زي ما انا بقول بناخد العنوان الرئيسي لبعض الدول زي كلمة قانون للسكان دي ايه موجود في تونس موجود في الصين موجود في ايران موجود في اندونسيا دول كتير قطعا مواد القانون هتختلف شوية عن اللي احنا عاوزينه ودايما لما بحب اقول قانون للسكان ان هو مش قانون يحدد عدد الابناء ابدا قانون يحدد المسئوليات من اجل تنفيذ الخطط والاستراتيجيات بدقة وبمتابعة مجلس النواب حكاية برضو طبعا في دول بتبيح الاجهات احنا ما عندناش الاجهات بتبيع اللي هو تعقيم ما نقدرش ناخده الصين مثلا بتقول بعد الطفل الطفل الاول بس اللي مسموح منه يونجب وعشان الواحد يخلف طفل لازم يطلع رخصة بالموافقة على وبعدين سمحوا اخيرا لما الصناعة ابتدت والطلب على ايدي العاملة ذات وفي نفس الوقت طول عمر او الاشخاص عمرهم ذات فنسبة كبار السن زادوا وبالتالي بقى هناك حاجة لأيدي عاملة شابة فسمحوا بامكانية طفل تاني ولكن لازم برضو يطلع رخصة على حسب المنطقة رخصة هني موافقة انت من حقك انك تنجل طفل تاني او كذا بس تاني انما في ضوء احتياجات المنطقة او المقاطعة اللي مطلوب فيها فتجارب الدول متنوعة ولكن بتتوحد في حاجة ان ده طبعا بالنسبة للدول اللي هي عندها زيادة في الانجاب لان في دول تانية محتاجة تزوج الانجاب فدي وضعها تاني زي دول الخليج والحاجات دي وغيرها انما الدول اللي بتطعاني من زيادة انجاب في حاجات مشتركة اهمها الدعوة لتخفيض حجم الاسرة من خلال اجهز الاعلام وبرامج تعليمية في المدارس والجامعات وفي نمازج للبرامج التعليمية دي موجودة وفي هيئات دولية بتساعد على توفير مثل هذه البرامج ففي حاجات مشتركة حقيقة كمان احنا معنا تقرير مهم جدا عن محاولات الدولة للتحدي لمشكلة الزيادة السكانية هنشوفه ونعود مرة اخرى نستكمل حوارنا بنعود مرة اخرى مشاهدين منواصل حوارنا مع دكتور هشام مخلوف استاذ السكان بمعهد الاحصاء جماعة القاهرة يمكن احنا كنا بنتكلم على ان احنا ممكن نعتمد على نموذج في دول معينة يمكن زي ما كلمنا انه مثلا المانيا كان عندها مثلا الطفل اولاني الحكومة تتحمل كل اعباء التعليم وا 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 لكن الطفل التاني بيكون فيه تقليل في الاعباء التي بتتحملها الحكومة التالت لا يعني هل ده ممكن يكون اسلوب مثلا؟ يعني الكلام ده درس كتير سواء في التعليم او في الدعم او خلافه ولكن فيه اعتراضات كتير عليها اول اعتراض ان انا لما يعني قدي الطفل الاول اعفاء من حاجات والطفل التاني لا انا بعقب الاب والام اللي خلفه ولا بعقب الطفل كده كانني بعقب الطفل سواء التاني او التالت ثم اذا كان الاب مش قادر يصرف اساسا لانه اللي بيخلفه هما الفقراء فاذا كان مش قادر يصرف لما بياخد دعم التعليم وهو 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 وما لما شيل دعم عن طفل انا هزيد هزيد الطفل نفسه ده من ناحية والناحية التانية ده كان بيقول مثلا التطعيمات فيه ناس يقولوا لا حتى التطعيم ما نديش للطفل كلام يعني خطير والحاجة التانية ان لا الاديان السماوية بتقول كده ان احنا ما نسويش بين الاطفال ولا الدستور بتاعنا ودستير كتير بتقول ان احنا ميز طفل عن طفل فعلى هذا الاساس الحاجات درست من زمان ورفضت لهذه الاسباب طيب يعني احنا اهم حاجة عندنا انه المواطن نفسه يكون عنده الوعي الكافي انه لا انا لازم اخلي بالي من هذا الجانب عشان انا كمان هتأثر كمواطن سواء في الاقتصاد سواء في تعليم الابناء سواء في مجال الدعم في مجال الصحة كل ده هينعكس علي بالشكل السلبي لو انا فعلا اسرتي كبيرة لكن على ارض الواقع ان احنا نوصل المعلومة دي بالشكل الممكن المواطن مثلا في القرى والنجوع يتقبل هذا ده طبعا استكاتف الاعلام لما اقول الاعلام مش قصدي على التلفزيون لكن دراما سينما دراما سينما برامج تعليم في المدارس في الاندية الجماعيات الاهلية مفروض انها تكون مرتصقة بالناس خاصة في المجتمعات الفقيرة في جماعيات اهلية كثيرة مش لازم يكون اسمها جماعية كذا للسكان ولكن اي جماعية تنموية ممكن تقدم المشورة والارشاد والتوعية من خلال انشطتها الاخرى الاقتصادية والاجتماعية وده طبعا في جماعيات تقوم بكذا ولكن للأسف ما نقدرش نقول انها تقوم بيها على واكه سليم خاصة ان احيانا بتبقى نفس الجماعية اللي هو المجتمع المدني يعني المجتمع المدني طبعا عندما فيه النقابات كلام سليم بيبوا هما نفسهم عاوزين يلاقوا من يرشدهم ازاي يقدموا مثل هذه الرسائل وكل ده ممكن وسهل فده يعني الجزء الهام ان احنا ازاي تعمل جميع اجهزة الاعلام لهذا الغرض وده كان موجود طبعا يعني كان فيه ادارة طبعا هيئة الاستعلمات كانت مهمتها انها من ضمن الرسائل اللي بتوجهها للناس واذا عرفنا ان هيئة السلامات فيها طبعا حاجة اسمها نوادي النيل منتشرة في جميع انحاء الجمهورية وهم اعتقد بينقصهم التمويل اللازم لكده لان رسالتهم دلوقتي بقت ضعيفة ولكن كان فيه مجهود معاهم وكان حتى بيبعتلنا ازا كانوا مابول بيبعتلنا يعني سوان في الجامعة او في المراكز المتخصصة زي المركز ديموجرافي عشان نبعتلهم خبراء يتكلموا وكان بيبعتوا كذلك السيناريو بتاع بعض الافلام عشان نحط فيه رسالة غير مباشرة لموضوع التوعية بالقضايا السكنية انا مع حضرتك في الرسالة غير مباشرة لانه احيانا الرسالة المباشرة دي بيكون يعني التقبل لها بيكون صعب او بيكون فيه نوع من العند احيانا ممكن ايه فبالتالي الرسالة الغير مباشرة انه النتائج هكون كذا وكذا وكذا بتترتب على زيادة عدد افراد الاسرة انه مثلا الصحة هكون فيه تراجع التعليم هيكون اقل وهكذا انا ممكن اوصل رسالة من خلال زي ما قلت الدراما السينيما الحملات الخاصة بالتوعية حتى في المقررات الدراسية كان فيه مقرر مطالعة انشاء حاجات كده ممكن تضاف رسائل فيها الولاد بيسمعوه كدرس انما بيسيب عندهم بعض المفاهيم المطلوبة في هذا المجال هل ممكن نقول انه البحث العلمي ممكن يكون بيقدم احيانا حلول في هذا الجانب البحث العلمي تعب جدا من دراسة المشكلة دي وتقديم حلول يعني لازم نذكر الرعيل الاول من اسد ذاتنا انه هم اول ناس تكلموا في الاربعينات والخمسينات من القرن الماضي على ان مصر مقبلة على مشكلة زيادة الانجاب ثم زيادة السكان ومن ساعتها الحكومات انتبهت لهذه القضية وانشأت جاز تنظيم الاسرة وغيارت اسمه وبدأ وضع استراتيجيات وراء استراتيجية والحاجات وكل استراتيجيات دي بتوضع كانت بناءا على دراسات وبحوث بعضها ممول من مصر وبعضها كان بيمول من جهات دولية عشان المقارنة ما بين الدول المختلفة فانحنا عندنا دراسات كتيرة ورشدات كتيرة وزي ما بقول يمكن تختلف الارقام ولكن المفهوم واحد لكل استراتيجيات انا بشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء دكتور هشام مخلوف استاذ السكان بمعهد الاحصاء بجامعة القاهرة نورتنا وشرفتنا يا فندم بشكركم مشاهدينا بكرا ان شاء الله فريق عمل جديد زينة جديدة إلى اللقاء موسيقى موسيقى موسيقى